قبل ما أطلع فاصل عايزة أشيد ببداية التجربة كنت قلتها لحضراتكم هنا في برنامجنا في البيت الكبير وقلتها لكم في التوقيت في آخر جولة في الدورة ولطبقها بالفعل مارك كلاتنبرج أنا بحييه المشرف على لجنة الحكام باستعراض حالات جدلية في فيديو على صفحة اتحاد كرة القادم والتعليق عليه سواء كان إيجابيا أو سلبيا واستعراض ما يدور في غرفة الفار كلت قلت لحضراتكم أن مارك كلاتنبرج هيبدأ تجربتها في الجولة الأخيرة من الدورة عشان ما بقاش في دغوط يعني وبدون جدل كبير في ظل انتهاء المسابق وده اللي حصل بالفعل واستعراض بعض الحالات واستعرض مارك كلاتنبرج بعض الحالات وعلق عليها لكن نتمنى يا رب أن ده يستمر في الموسم الجاي ونتمنى أن احنا نشوف تطوير الأخطاء أو ما فيش حاجة اسمها تطوير الأخطاء ولكن تطوير المنظومة والأخطاء تقل لكن ما فيش حاجة اسمها تطوير الأخطاء فأنا الحقيقة بسقف ليه المارك كلاتنبرج ومتحمس ليه حضرتك لأنه هناك حملة غير طبيعية على هذا الرجل حملة غير طبيعية على هذا الرجل علشان فلان أو علان أو ترتام ما تخلوا التجربة تكمل على فكرة لو الرجل ده عمل حاجة وحشة هنطلع نقول إن الرجل ده وحش أو عمل حاجة وحشة أنا آسف وزي ما كلكم خدتوا فرص واشتغلتوا في لجنة الحكام ادولوا سهنة يا أخي وشوفوه هيعمل إيه مش ممكن تستفيدوا منه مش ممكن يحصل استفادة منه ولا ولا إيه ولا إيه ولا أنتوا عايزين بس الاحتواء وإحنا سمعنا من مارك كلاتنبرج حاجة اسمها احتواء قل لي في حاجة اسمها احتواء قالها مارك كلاتنبرج في حاجة اسمها روح البروتوكول هل طلع دافع عن خطأ لكن أنا مش هقيمه مع الموسم ده الحقيقة لكن هي بداية جيدة أنا هقيمه عند بداية الموسم القادم الموسم اللي جاي حبتدي قيم لكن دلوقت يا فندم أنا مش هقيم ولا هتكلم مبسوط مبسوط مع التجربة آه مع التجربة كفاية تغبيط في الراجل المرة الجاية هقول بالأسماء مين بيخبط ومين بيعمل إيه مين بيخبط ومين بيعمل إيه فأتمنى أن التجربة دي تنجح وأن احنا نستفيد منها كل اللي موجودين يستفيدوا منها أنا عارف حتى في ناس أصدقاء كتيرة جدا من الحكام قالوا لي أن هم مش حبين هذه التجربة ولكن هنمشي فيها قالوا لي كده هنمشي فيها لأن احنا عايزين نستفيد ففي ناس عايزة تستفيد وفي ناس كل الغرض منها أو كل اللي عايزينه مصلحتهم فقط هو لما التحكيم يتطور ويتحسب بنالتي ضد النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي عايز على لا خلاص لما قدر الله اتغلب النادي الأهلي هل الجمهور النادي الأهلي عايز على من التحكيم مش هنقول في التحكيم طالما بالقانون ما فيش مشكلة معا أنه مش كل حاجة بالقانون يعني لكن ماشي أوكي لكن طالما بالقانون ما عندناش مشكلة طالما بعيدا عن روح البروتوكول وبعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن الألفاظ والمصطلحات الجديدة اللي احنا أول مرة في حياتنا نسمحها والله العظيم تلاتة أنا بس أنا بحب مش أحلف لكن سألنا واحد واثنين وتلاتة واربعة وسألنا ناس في السعودية والله العظيم وناس في برة مصر وناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا قال لك روح البروتوكول يعني إيه روح البروتوكول حتى الخبير اللي في الفيفا ولزا قوله الموضوع ده قال لك أنا ما قلتش كده ما فيش حاجة اسمها كده أساسا لكن احتواء وروح ببروتوكول مصطلحات وألفاظ ما خرجتش إلا في عهد كابتن عصام عبد الفتاح هذا الرجل المحترم هتقول لي آه محترم جدا رجل محترم جدا على فكرة بشكل شخص لكن أنا بتكلم أو بنتقد أداءه الفني لم يكن على المستوى المأمول منه في رئاسة لجنة الحكام أنا آسف أن أنا بقول هذا مش آسف أنا بقول هذا الكلام على هوا مباشرة وعندي استعداد أن أنا حاسب أي حد وعرضت مرة واثنين وثلاثة على الكابتن عصام مش بني وبينه ما كلمتوش يعني في تليفون ولكن أمام حضراتكم أمام ملايين من الجمهور الأهلاوي يا جماعة دي المعلومات اللي عندي ولو الكابتن عصام عايز يرد أنا يطلع يرد على هوا مش هرد عليه كمان هسيبه يعرض وجهة نظره تماما وأنا هعرض ومش هتكلم خالص وبعد ما يخلص أنا أتكلم ولكن محدش رد عارفين ليه؟ لأنهم عارفين أن أنا معلوماتي صحيحة عارفين أنهم ظلمين النادي الأهلي مش هو بس بالمناسبة هو أو أي حد في قناة النادي الأهلي أو في برنامج البيت الكبير اتكلمنا عنه كنت دايما بأتيح الفرصة للجميع اللي عايز يطلع يطلع واللي عايز يقول يقول واللي عايز يرد يرد ولكن طالما حضرتك ما ردتش دي شهادة بمصدقية البرنامج ولا ردت عندي ولا ردت على غيري فدي شهادة بمصدقية هذا البرنامج وبمصدقية أن هناك أخطاء كارثية ضد النادي الأهلي حصلت أو وجهت نتائج المباريات وأنا هنا بقول هذا الكلام لأنه 14 نقطة أنا خسرت 14 نقطة أنت هتعبت تعيطي هم بعض من اللي يشجع للأهلي هيعملوا كده هياخدوا الحتة دي وقولك ولسه بعيط لغاية دلوقتي أنا ما بعيطش لكن محدش هيقدر يجبرني إن أنا مدفعش عن حقي وعن حقي النادي الأهلي يعني محدش هيقدر يجبرني إن أنا أعمل كده هعمل قول بيعيط قول بيعمل زي ما قلت لكم كده كل شوية حد من الإخوات اللي من الشقق يمكن ولا حتى والله ولا شقق ماشي المهم يعني حد من الناس دي بيبعاتلي أنا عارف لما الصحفي الفلاني يبعاتلي اللين كده هو تابع مين أنا عارف طبعا فلاني الفلاني بيرد على إسلام وعامل بقى وبطل وطلع يرد ويعمل وبتاع وهو في النهاية عارف ومتأكد أن الأهلي هو جرار محدش هيقنع الناس بالعافية دي أرقام أرقام وليست شيء آخر حضرتك بتقول إيه حضرتك بتقول إيه ارجع للأرقام ووريني أنا وقلتها على الهواء قد أكون استعجلت عشان أنا الأرقام بعرفها لظروف معينة فبعرف الأرقام لكن قد أكون استعجلت لأن الأرقام لسه لم تصبح رسمية ولكن لما الأرقام تصبح رسمية أنا بقى طالب كل الناس دي مش يعتذروا لي يعتذروا للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي ساعتها فقط ساعتها فقط ممكن أطلع أرد عليكم بالمنطق لأن أنا لو قلت الأرقام اللي فاتت بلاش اللي جاية اللي فاتت كله هيحط وشه في الأرض شكرا للمشاهدة